فشلت اللجان المشتركة في جلستها التي امتدت لما يقارب ثلاث ساعات في مجلس النواب فشلت في الخروج بنتيجة حول ملف الكهرباء إذ وبعد هرج ومرج تم تأجيل الجلسة إلى الأربعاء المقبل حيث سيطرح النائب روبير غانم الموضوع على التصويت إذا استمرت طرفان على موقفهما قوى 14 أذار دخلت الجلسة رفعة سلسلة تعديلات طرحها النائب غازي يوسف أما الوزير جبران باسيل فرد على بعض النقاط ولكن لم يقنع الفريق الآخر للأسف شارعونا مدة ثلاث ساعات رفضين رفضا باتا أن نحط بالقانون شيء اللي إجا بقرار مجلس الوزراء يلي هن أقروا هذا دليل أنه اللي إجا بقرار مجلس الوزراء غير ملتزمين فيه هذا الوزير لغاية اليوم رفض إطلاع حتى رئيس الحكومة على دفاتر شروط مما يعزز لدينا هذا الشك بأن هناك صفقة ما تحضر في هذا المشروع المهم جدا للبنان لذلك نحن فرضنا في متن القانون أن يطلع مجلس الوزراء على دفاتر شروط أن تكون دفاتر شروط هذه طبقا للمعايير العالمية والدولية المعتمدة وطبقا للمعايير المطلوبة من الصناديق لكي نسهل عملية التمويل هذا واحد نين اللي عم نقوله مشروع من هالنوع كل المشاريع وليست يعني لا تقلل من صلاحيات الوزير أن التلزيم عند إجراء المناقصة يعود للحكومة وليس للوزير لن نسمح على الإطلاق بتمرير أي اقتراحات تقدم بها بعض زملائنا في الفريق الآخر هدفها الإطاحة بصلاحيات الوزير الذي يعتبر هو رأس وزارته والإطاحة أيضا بمبادئ دستورية كما قلت خصوصا المبدأين مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتكاملها والمبدأ الآخر وهو مبدأ ضرورة أن يكون هناك إنما متوازن في هذه الجلسة كانت قوى 14 أذار ترغب بالتصويت على المشروع لأنها تملك الأغلبية في اللجان المشتركة فيما اتهمتها قوى 8 أذار بإلغاء مجلس الوزراء وضرب مبدأ فصل السلطات وبالتعطيل ورفض الكهرباء وممارسة الكيدية أنا لا أثق بهذا الوزير مش لأنه بنت ميلة 8 ولا لأنه اسمه جبران بسيل لأنه بكل بساطة ممارساته هي ممارسات شخص فوق الدستور وفوق القانون وفوق المجلس النيابي وفوق الحكومة ممارساته هيك مش سائل لا عن دستور ولا عن قانون ولا عن ألدوان محاسبة أي دوان محاسبة مش سائل عن مجلس نواب بدو يسعي عن دوان محاسبة الرقابة مش عملية كيدية أنه في عنا بمسألة الرقابة مرأب عقد نفقات في عنا دوان محاسبة وقت للي في قانون بيلزم الوزير أن لا ينفق دولار واحد أو ليرة واحدة من هذا الاعتماد إلا ما يمر بالميلية وبدوان المحاسبة وبالنهاية المناقصات بيديرها تفتيش المركزة ضمن إطار لجنة إدارة المناقصة بتقولوا لي ما في سأب لكم ترحوا سأب الوزير وعلى رغم من كل ما حصل بدا نواب الأكثرية واثقون من أنه وإذا ما سقط المشروع في اللجان المشتركة فإن لدى الرئيس بري أكثر من وسيلة لإرسال المشروع إلى الهيئة العامة حيث يكسبون في التصويت وفي هذا المجال أشار الوزير أكرم شهيب إلى أن نواب جبهة النضال الوطني متمسكين بما أقر في مجلس الوزراء في إشارة إلى أنهم سيصوتون لصالح المشروع إلى جانب 8 أذار